لكن هذه الرياح التي خرج إليها الشباب حالمين يريدون إصلاعاً ويريدون مكتسبات تم التقاطها أو أسلمتها بمعنى أسلمت فبراير الجماعة الدينية وغير الدينية مراكز النفوذ عندما لا نستطيع أن نقول فقط الجماعة الدينية حتى مراكز النفوذ بثقلها الموجودة مراكز الفساد التي كانت بعضها في الدولة حاولت أن تقتنص الشباب وتقتنص الحدث ركوب هذه الموجة والدخول وتحويلها من حلم إلى مغنم وإلى انتقام وإلى فرصة لهم هي كانت فرصة ربما للإصلاح ولمزيد ندفع اليمن الذي كان مستقراً يعني إلى شيء جميل كان يمكن أن يتم تفاهمات ويصلح شيء ونخرج بمكتسبات لأن نهد البيت على ساكنه نعم أن نبني الوطن ونحسن الموجود لا أن نهدم الموجود ونبحث عليه وهنا أستذكر في نهاية كلامي هذا قصة طريفة جداً جديرة بالاهتمام قيل أن مراهقاً أراد أن يقود طيارة كان حلمه فقط أن يقود طيارة فذهب واخذ كتاب كيف تقود طيارة ثم ذهب إلى المطار وسرق طيارة وهو يعرف كيفية الإقلاع قرأ كذا وبالفعل استطاع أن يقلع بالطائرة أقلعت الطائرة ثم بعد أن أقلع أراد الهبوط تفتح الصفحة الثانية والثالثة مكتوب فيها في الحلقة القادمة سنعرفك بكيفية الهبوط ففقّر القصة أنه كان هناك محاولة للإقلاع اقتنصها لكل لكن الهبوط كان كارثياً ومدمراً رغم التحذيرات نعم 21 سبتمبر الحوثي هو بنت 11 فبراير يعني ما نعاني فيه اليوم هو هذا الحدث من ذاك الحدث هذا هو الامتداد الكارثي الذي ما ظنه أحد يعني إلا ربما المنتقمين الذين دخلوا على حين غره مغنماً في الدولة لإسقاط النظام وإسقاط الدولة معه لكي يحولوها إلى حوزة أو داخلنا استبدلنا بما هو خير نعم رب يوم بكيت منه فلما صرت إلى غيره بكيت عليه